انا مو كنت يعني اكل قاضل ضليت ثلاثة ايام ما هي انا بطيبة بالارض الشاب اللي معي هو كان يطعميني من فترة اجت مجموعة على مكان اللي انا بعمل فيه داهمت المكان طبعا انا كنت عمال اقبض رواتب الايتام اجوا علي قال الكلمة مبطحة نمبطحنا شالتني المجموعة انا ما بعرف مين المجموعة اخذوني لمكان مجهول وبالمكان اللي كنت فيه بعد اربعة ايام صاري تم التفاوض علي اول مرة كان قدامي الحكي انه طلبوا علي ميتين الف دولار بعدا لما صاري تم التفاوض بينهم وبين ارايبيني ما بعرف بس كانت وسيلة الضغط على ارايبيني وعلى الجمعية اللي انا بشتغل فيها قوموا بتعذيبي بشي يعني كان قتلي كتير ضليت تقريبا عندهم شي 35 يوم فبعد فترة الحمد لله رب العالمين اجت قوة امنية دهمت المكان اللي انا كنت فيه فاستغلت الفرصة انا وفي كان شاب تاني معي كمان بنفس المكان نحن اتنين اتنى والحمد لله ربنا انا بالنسبة لي التجربة اللي مريت فيها هي شهر والناس اللي صرنا معتقلة عند النظام ما يقارب السنين الله عالم اللي صر له 5 سنين واللي صر له 7 سنين واللي صر له 15 واللي صر له 20 يعني العصاب اللي انا كنت عندها هي عصاب صغيرة اما العصابة الكبيرة اللي الناس معتقلة عندها اللي صر لن عشرة و 15 سنة و 7 سنين فهدول ايش رح يكون موقفهم يعني هدول يا الله يكون بيعونهم الله سبحانه وتعالى هيك يفك أسرهم يعني انا قدامهم شيء بسيط شفته يعني كنت عم بقول انه ان شاء الله يجي بابا وانا بتمنى انه يجيني ابوي وافرح فيه وانروح يعني نفرح انا وياق يعني شتقتله كتير ما قادرت اعيش من بداله انا شتقتله الحمد لله على السلام بابا ليش طولت علينا الغيبة انا شتقتله لاني كتير كتير يعني ان شاء الله كل الولاد متل ما انا فرحت يفرحوا معي وكل شيء ابوه مزجون يطلع متل ابوي